مسجد الموحدين يحتوي على حرصات لتثبيت المسجد وأيضا مكان للأذان غرفة للأذان ومحظرة السبب الذي جعل سلحاج محمد بن بحوس يحفر هذا المسجد تحت الأرض في ذاك كانت فرنسا هناك مرسوم يمنع بناء المساجد إلا بإذن وشروط تعجيزية من المستعمل الفرنسي فارتأ إلى هذه الحيلة أنه يحفر تحت الأرض وعندما اكتشفت فرنسا هذا المكان حاولت بالتفجير ولكن بفضل الله لا زال المسجد على حاله بأدوات بناء بسيطة استطاع الشيخ بن بحوس بمساعدة عدد من مورديه من طلبة العلم الحفر تحت الأرض دون الاستعانة بأي وسائل ومواد للتشييد جعل المسجد يتفرد بهندسة معمارية مميزة هذا المسجد من الجانب الديني إلى الجانب الاجتماعي من خلال تقطير المجتمع مثلا في سنة 1945 تواجد بزاوية الموحيدين 375 ما بين الطلبة والمحتاجين يعني كان إطعامهم وإيوائهم على العتق الشيخ هذا المسجد كان يساهم في تثبيت أبادئ الهوية الوطنية من تعليم القرآن الكريم واللغة العربية وقد ساهم المسجد أيضا خلال إبان الثورة التحليلية يعني من تخريج مجاهدين من هذا المسجد خرجوا للدفاع عن وطن بمساحة تقارب 200 متر مربع وبموقعه المختبئ عن الأنظار استطاع مسجد الموحدين برعاية شيوخه تلقين تعاليم الدين الإسلامي وتحفيظ الآيات القرآنية لعديل طلبة العلم أنذاك وما يزال هذا المسجد إلى اليوم يكمل دوره التعليمي بتحفيظ القرآن الكريم وإيواء المحتاجين وعابرية السبيلة